شارك غبطة الكاردينال لويس روفايل ساكو في ندوة لمواجهة خطابات الكراهية بحضور نخبة من رجال الدين والخبراء والإعلاميين وفي محاضرته قال غبطته يعيش عالمنا أزمات متراكمة وحملة من التضليل الفكري والديني وتراجعا للقيم والحوار والتفاهم ومن المؤسف أن الإنجرار وراء التطرف والموروثات الخاطئة هو السائد في المنطقة إذا ثمت حاجة أكثر من ذي قبل لخلق شعور جماعي مشترك بأهمية ثقافة الوسطية والاعتدال والسلام وناشد الكاردينال ساكو المرجعيات الدينية بالعمل على التوعية الدينية الصحيحة مستلهمة قيم الإنجيل والقرآن والمبادئ الأخلاقية المشتركة مشددا بنفس الوقت على ضرورة تغيير المناهج التعليمية الحالية بمناهج واعية ومنفتحة على الآخر والاعتراف به وقبوله كأخ وكمواطن بحيث تركز هذه المناهج على الأخلاق الحميدة واحترام الناس ومحبة الوطن تتقدم أسرة فضائية نورسات وتلفزيون تليلومير في لبنان والأردن وفلسطين وكافة دول الانتشار بأحر التعاز القلبية من زميلتهم عطوفة الدكتورة باسم السمعان المديرة الإقليمية لمكتب الفضائية في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين بوفاة والدها السيد فيكتور السمعان حتر وجد كل من ريبيكا وزيد عودي مقدمي نشرة الأخبار متضرعين لله العلي القدير أن يسكن روحه الطاهرة مع أرواح القديسين الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركا